هذه المشاهد من حي الرحمة الذي لم يرى سكانه الرحمة من أي مسؤول حكومي منذ أكثر من عشرين عاما يعيش السكان هنا من دون خدمات وأكثر ما يحصلون عليه هو الوعود التي كان عنوانها بالخط العريض أبشروا ولكن لم يروا شيئا يلوح في الأفق منذ سنوات نحن بالمنثى وأي خدمات من قبل الدولة مقت جاءنا السيدة المحافظ ويا سيدة المحافظ نحن وضعتنا وحدة ثانية ثلاثة قال ابشروا إن شاء الله أسبوع تجايجوا والله أخي العزيز نحن معاناتنا لا مركز صحي لا خدمات لا شوارع لا مدرسة طلابنا يدامونه بغير مناطق العديد من المسؤولين زاروا المنطقة ولكن لم يقدموا لسكانها أي شيء حال بائس يعيشه هؤلاء البسطاء الذين يقولون بأنهم يعيشون بمنفى عن العالم وليس في مركز قضاء المحافظة ثاني كبريات مدن العراق أما بالنسبة للتبليط السيد المحافظ يجي وقت لي يجي حتى يستنكف يطلع الزيارة ماتوا بالإعلامة أنه زارها المنطقة هذا السيد المحافظ كما عملوا أني أدخلهم؟ فإحنا منطقة تعبانة ناس فقراء كنا تعبانين وكنا عمال كسب ما عدنا موظفين من منطقتنا وما أحد يلبيننا أي طلب الشتاء هنا كابوس الأهالي والأطفال يعجزون عن الذهاب إلى المدارس والأوحال تزيد سوء الحال يوما بعد يوم وهذا الحي واحد من الأحياء التي لم ترى نور الخدمات منذ سنين ولم يلتفت إليها أحد أما الحكومة المحلية فقالت بأن مشاريع الجانب الأيمن كانت أكبر من مشاريع الجانب الأيسر وأكثرها تكلفة جانب الأيمن لا يقل يعني خططها عن الأيسر ولكن غير منظورة الأحياء السكنية في الأيمن جميعها قدمة مشارفة شارع ستين الأعمال التي قدمت في الأيمن أضخم مما هو في الأيسر حقيقة وكلفها أكبر مما قدم في الأيسر ومن الطرائف التي يعاني منها سكان المنطقة هو عدم قبول أصحاب سيارات الأجرة بالذهاب إلى مناطقهم عندما يسمعون باسم حي الرحمة أو واد العين الجنوبية وذلك خوفا على سياراتهم من طرق هذا الحي فكيف هو الحال بمن يعيشون فيه من الموصل محمود الجماس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر